ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ام سارة وماديليا جديدة بازن الله تاني النهاردة. شايفين الفانوس الجميل دوت? انا اشتغلته بماء ستة. لو اشتغلتيه بتمانية هيبقى اكبر. اشتغلتيه بعشرة طبعا هيبقى اكبر وهكذا. كل ما اكبرتي الخراص كل ما الحجم بتاع الفانوس او الحاجة اللي احنا بنشتغلها تزيد معك. طيب انا هسمي الفانوس ده ايه? هسميه فانوس الوحدة السوداسية. هقول الوحدة السوداسية لعمل فانوس ماداليا. الوحدة السوداسية يعني انا بدأ الفانوس ده بوحدة سوداسية. يلا نقول بسم الله نبدأ به ناس تعين. الوحدة السوداسية طبعا كلنا عارفينها. اللي هي بربط ستة. وبعين بشتغل كل الدلع سوداسي. كله سوداسي. يعني اهي ستة. على خرزة. على خرزة. ستة ستة ستة. يعني اول واحدة بحط لها خمسة. بعدين اربعة اربعة. كام اربعة واحد اتنين. دي الاولى اللي بدتها. حطيت ستة ربطهم وجي الاولى اللي بدتها. حطيت خمسة. بعد كده كام اربعة? واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين بحط تلاتة. يبقى اربط ستة. وبعدين احط خمسة. وعين اربع اربعات اللي هما واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين بحط تلاتة. خلست معي الوحدة السوداسية اهي. دي كده واحدة السوداسية. خلست معي. اهي. هاقلب الفانوس بقى. هي كده كده هتبقى مقلوبة يعني اي وش منها انا هشتغل كده بقى خلاص اول حاجة هحط اربع خرزات هقفلهم على خرزة واحدة الستة دول هقفل على كل واحدة منهم غرزة خماسية على واحد خماسية على واحد يعني على اول واحدة هحط اربعة عشان يديني خمسة على التانية والتالتة والربعة والخمسة هحط تلاتة العدد اللي انا ببدأ به بالغرزة الاولى طالما العدد معي سابت في السطر مش بالتبادل يبقى اول عدد انا بديته من التانية القبل الاخيرة انا بقل منه غرزة واحدة خرزة واحدة طيب يبقى كده انا حطيت خمسة وبعدين حطيت اربعة قصدي قفلت غرزة خماسية وبعدين حطيت اربعة تلاتات ادي تلاتة 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 اخر واحدة هحط اتنين طيب خلاص ده كده السطر الاول الوحدة الاولى بالنسبة لي ما ليش دعو بها انا بحسب السطور بعدد الارتفاع يبقى ده بالنسبة لي السطر الاول السطر اللي بعد كده بشتغل على اتنين ترتيب الالوان براحتك يعني من الشرط الترتيب زي ما انا عاملة كده بشتغل على اتنين على خرستين هحط خمسة اول واحدة هحط خمسة يبقى اسمها سباعي على اتنين الاول خماسي في الاخر هقوله هقوله يعني اللي عايزة تجري الفيديو تجيب الاخر هتاخد الخلاصة يعني بس انا هنا بنشرح لوحدة واحدة للي مش عارفة سباعي على اتنين يعني اول حاجة باخد خرستين دايما خدي بالك انا هم خرستين اللي باخدهم اللي تحتيهم واحدة الخرستين اللي مسكهم واحدة في النص دايما لما كنت بعلم الوحدة السوداسية ما بيجوا يشتغلوها بيت لغباتوا اقول لها دايما يشتغلي على الاتنين اللي تحتهم واحدة فبينسوا اعتبر الاتنين دول اتنين اخوات مسكين ايد بعض كده احمد ومحمد واللي تحت دي اللي شبكة فيهم بالزبط في نصهم دي الام لو انت فرقتي احمد عن محمد وبيت اشتغلت في نصهم اشتغل حايفين يا دوب بنقول الام ومي رنت علي القلب الام ده يبقى احمد ومحمد ما يفعش افرقهم عن بعض لازم اشتغل عليهم مع بعض لو اشتغلت عليهم وموم حتدي عليك شغلك حيبوز اتقي دعوة الام بقى خلاص يبقى هنا سباعي على اتنين الدور اللي بعده هنا هيبقى بالتبادل مرة خماسي على واحد ومرة سداسي على اتنين انه واحد وانهو اتنين اللي اتنين اللي هم احمد ومحمد ما تفرقهمش عن بعض اللي لو هتبدأي بالاتنين مع بعض هتحطش اربعة لو هتبدأي بالواحدة الواحدة برضو هتحطش اربعة اربعة مع واحدة هتبقى خمسة اربعة مع اتنين هتبقى ستة. ما عليش نكمل. يبقى الدور اللي بعد كده قلنا سداسي على اتنين كنت برد على امي. سداسي على اتنين وخماسي على واحد. بالتبادل مرة على اتنين ومرة على واحد. اللي اتنين اللي ماسكهم واحدة تحت والواحدة اللي الواحدة هاللي هتلاقيها في نص الغرزة السبعية اللي احنا لسه عاملينها هتلاقي خرزة في النص. هي دي اللي هقفل عليها خماسي. اللي بعد كده الدور كله مفيش بقى بالتبادل ولا حاجة الدور كله هيكون سداسي على اتنين. الدور كله يعني على اول اتنين هحط اربعة وبعد كده من التانية القبل الاخيرة هحط تلاتة واخر واحدة في السطر هحط خراستين بس زي ما احنا متفقين. الدور اللي بعد كده هنا برضو بالتبادل هيبقى سداسي على اتنين وخماسي على اتنين. خد بالك المرفض كان فيه على اتنين وعلى واحد. لا هنا المرة دي السداسي على اتنين. يعني لو حبدأ بالتنين حديهم اربعة. ولو حبدأ بالتنين يعني واحدة منهم حبدأ بالتنين دي هخليها السداسي حديهم اربعة. لو حبدأ من هنا بالتنين دي حديها تلاتة. على حسب انت هتبدأي بقى انه واحدة فيهم. ابداي بقى اي حاجة ما فرقتش. بس انا بقول لك العدد خدي بالك. وخدي بالك دايما لما تشتغلي سداسي على اتنين وخماسي على اتنين. اشتغلي وبصي. اشتغلي وقبل ما تقفلي السطر بوسي. لأحسن تكوني متلقبطة. ممكن غرزة واحدة منهم ايا كانت سواء الاتنين. او الستة. الخمسة او الستة. تكرريها مرة كمان. يعني يبقى هنا مسلا دي خماسي. على اتنين. وبعدين تعملي خماسي وبعدين تعملي سداسي حاطة لقبطي. وانتي بتشتغلي اتأكدين ان السطر بتاعك صح قبل ما تقفليه عشان ما ترجعش تفكي. طيب اللي بعده. ديت هنا بقى على تلاتة. انه تلاتة. هتلاقي دايما الغرزة الخمسية اللي تحت. دي المنتصف. يبقى حناخد دلع من السوداسية يمين ودلع من السوداسية شمال. وعدتحط عليهم كمعة تلاتة. احنا قلنا سوداسي لأ هي سباعي. هحط عليهم اربعة. على التلاتة هيبقى سباعي على تلاتة. سباعي على تلاتة. الدايرة كلها عددها سبعة. مقفولة على كم خرزة من تحت? مقفولة على تلات خرزات. واحط لهم اول مرة. هحط اربعة عشان يدوني سبعة. ومن التانية القبل الاخيرة هحط تلاتة. واخر واحدة حط خراستين بس. اخر دور في السطر خماسي على اتنين. خلاص هي الاتنين هي حتيجي معاكي دايما يعرفي ان الاتنين اللي تحتهم واحدة هم اللي بشتغل عليهم. ما تشتغليش على الاتنين اللي هم تدلع بتوع الدايرة اللي تحت. خماسي على اتنين. هيديك العدد في الاخر الستة دول نفس الستة اللي احنا بدنا بيهم. دايما خجي بالك من الموضوع ده ان اللي بتدقي بيه هو اللي لازم تنهي بيه. لو هنا قفل معاكي على خمسة غلط. لو قفل على سبعة غلط. لازم يديك الستة. وبتحط الايد. الايد مش هنكرر طبعا شرحها شرحناها في كزا فيديو. فاضل بس اقول لكم وزنه قد ايه? انا اشتغلته بمقاس ستة. وزي ما قلت لكم لو هتزوده هتكبره الخرز. هياخد وزنه اكتر من اللي انا بقوله ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اشغل الميزان عشان منضيعش لو اتواجلكم. يلا بينا مستعدين. سمي الله. اخد وقته مجهود والله كبير. بس طبعا وزنه انا عارفة انه مش هيعمل حاجة. الحلقة دي تقريبا اتنين جرام تقريبا. نشوفه بس الفانوس الاول هيعمل قد ايه? طب نام عشان توزن اكتر. انا عايزة اوزن اكتر يا جماعة. يعني حرم التعب ده كله على الحبة دول بس. اهو اتنين وعشرين. اتنين وعشرين جرام. طب انا حاوزن تلت حلقات عشان بتعرفوا ان الحلقة وزنها. نعرفوا وزنها برضو بالزبط. اه دي تلت حلقات اهم مع بعض. اشعاوزين هلو مش عاوزين ي beginners. تلاتة خلص يبقى. هي الحلقة هنقول واحد جرام. يعني الاثنين وعشرين دول يبقى عشرين. هيبقى واحد وعشرين. ماشي هي تلتة جرامة هم التلاتة. يبقى هنقولوا الفانوس عشرين جرام. يبقى الفانوس ده كله وبعد التعب ده كله. الفانوس ده عامل عشرين جرام. لان الحلقة معايا اصلا جرام. وقولي الخيط. الله ده هيجي ترهو. لا لا لا. خلاص هم تلاتة وعشرين. هم اتنين وعشرين خلاص. يعني هنقول الفنوس كله عشرين جرام. يعني بعشرين جرام خرز. بس يا عملتي فنوس قد ايه? بالوحدة السوداسية. يا رب يسر لنا ويسر لكم الامر يا رب ويرزقنا ويرزقكم واللهم بلغنا رمضان لا فاقودين ولا مفاقودين. شوفكم في فيديو جديد بازن الله. وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.